يصادف يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري ذكرى مرور ثمانية أعوام بعد الماء على المذبحة والتهجير القصري الذي تعرض له الشعب الأرمني في وطنهم على ياد السلطة العثمانية واستشهد بسببها حوالي مليون ونصف المليون شخص حيث أجبر الجيش العثماني بعد المذبحة أبناء الأرمني وغيرهم من المسيحيين على ترك ديارهم وأوطانهم قصرا والسير على الأقدام لمئات الأميال أثناء مغادرتهم بلداتهم وقراهم مع حرمانهم من الغذاء والماء